لأخ أحمد زوجته ستضع في بداية أول شهر رمضان إن شاء الله تعالى بخير هل النفاس فترة النفاس لابد أن ينتظروا الأربعين يوماً أم بمجرد انقطاع الدم تطفل المرأة وتصلي وتصوم نعم شيخ الكريم نعم الحمد لله والصلاة والسلام على نصول الله عليه الصلاة والسلام بمجرد انقطاع الدم تماماً وترى علامات الطوء فقد طهرت حتى لو توقف الدم بعد يومين بعد سلاسة إنما مدة الأربعين هذه أقصى مدة تجلسها النفساء كما في حديث أم معطية كانت النفساء تجلس في عهد النبي أو أيام النبي الصلاة أربعين يوماً فدي أقصى مدة بعدها إذا طالت عن أربعين يوماً فإنها لها حكم المستحاضة يعني هي تصلي وتصوم لكن إذا طهرت بعد يومين بعد سلاسة بعد أسبوع بعد عشرة فهي خلاص صارت طهرة نعم لزاكم الله عشانك